طيب اه ناشى كده ريفو دي ابتدى. طيب اه بصوا شباب احنا من شاء الله النهاردة يعني الجزء ده تكمل الجزء اللي احنا تكلمنا عليه احنا كده مفروض ببساطة ان احنا ثلاث يعني افهمنا يعني ايه فكرة ان احنا عندنا يعني الاتشانل اللي عندنا دي اه ايه طب وعلى كده افهمنا ان احنا محتاجين نعرف شوية كده للاتشانل زي ما كانو الانتريبي والميتر الانفورميشن ويعرفنا اه طيب او يعني مجموعة تشانلز كده الاتشانلز دي اه كل طيب فيها ليه كاراكترستيكس معينة ولكل تشانلز ما اللي تشانلز دي احنا فينا هي شكلها هاملة ازاي والاول تريس 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 اللي هما الايديال والديترميستيك والنويزلز اتكلمنا التلاتة تشانلز دول اتكلمنا التلاتة تشانلز دول الكاراكترستيكس باعتهم ايه اول حاجة وكمان طلعنا الانفورميشن بتاعتهم لما قصنا بس الباينري سيميتريك والباينري ايجير دول قولنا اللي هنتكلم عليهم النهاردة ان شاء الله في الانفكشن بازن الله فمن اللي كده احنا النهاردة هنبتدي بقى ندخل هوا من دلوقتي لو عندي اه شانل واعتبر بقى واحدة من الخمسة دول او شانل مختلفة انا ازاي يقدر اعمل لها او معنا اصحة او الكاراكترستيشن ده عبارة عن ايه نحن مسلا لو طلب منها نحن نحسب بتاعتها سواء بقى الكونديشنل او سريع او نحن نحسب وفي الاغلب يعني احنا اللي بيبقى بتطري دايما لأي شانل اللي نحن بنحسب بتاعتها هي وبعد ما بنحسب بنجيب منها لان زي ما قلنا كده مرة فاتت ببساطة ان الميتر انفورميشن والكباستي هي الماكسيمم الميتر انفورميشن ممكن تبعث في دي فعشان كده احنا في الاغلب يعني اغلب الاسئلة بيبقى الهدف منها ان احنا نحسب فبنحتاج للاول نحن نجيب وبعد ما بنجيب الميتر انفورميشن بتاعتها بكام وتبقى هذه الكباسة بتاعتها طيب هنحسب الميتر انفورميشن ازاي ده هنشوفوا بقى النهاردة زي نقضل معاوض في القوانين بتاعتنا دي في شوية انسلة بس يعني زي ما تبتكروا كده المرة اللي فاتت احنا قلنا الميتر انفورميشن ممكن نعبر عنها بالقانون الاصلي بتاعها او ممكن نستخدم واحد من القوانين زي اللي احنا استنتجناهم من المرة اللي فاتت او في الليكتشور تقاتي يوم الاتنين اللي فاتت. وعشان كده احنا هنشوف النهاردة اني واحد من دون هو اللي يستخدم. هو في الحياة في الاغلب في اغلب المسائل لو استخدمنا اي واحد منهم هادينا نفس الريزل ولكن ساعات قانون منهم بيكون او بيوصلني للأوبتمام في اسرع. ليه? لان احنا في الاغلب لما بنحاول نجيب الانفورميشن بنحاول نعمل لها على قد ما نقدر حاول نعمل الترم بتاع عشان بعد كده ما نجي نعمل له عشان نحسب يبقى الموضوع ايه اه سهل او ممكن. فخلينا كده نبدأ اه نبص في على المسائل او ازاي بقى نطبق الكلام ده على شوية مسائل. بس قبل. خلينا نقل في المسائل هل حد عنده استبصال في الجزئية دي? طيب لو ما حد بس عنده استفسار تلينا اه نكمل. طيب. طيب. لكن بس القانون بعززنا في الاي اللي هو تلات واحد الكبير. اللي هي. اللي هو. اللي هو القانون ده. اه هو ده تمام. اه جي منين يعني? اه. وصفة والفكرة ببساطة عن انتم معالكوش في الترمي ده هو جي منين او جي من بتاعه ازاي? بس هو ببساطة كده كل اللي حصل ان احنا استخدمنا او عملنا باستخدام الريليشن دي. ان اتشوف اكس معنا اتشوف اكس جي من واي. او كنا ممكن برضو استخدم اتشوف اي معنا اتشوف اي جي من اكس يعني بنستخدم واحدة منه من احنا بتعور دي. دي. والانتروبي بتاعة السورس. وعشان نوصل ليه ده. ده. ببساطة احنا عوضنا بالفكرة لحد ما صلنا اللي قدامك دي. تمام? تمام. شكرا. او محمول بتالي اللي معايا صح? لا احمد. احمد وكي ماشي يا احمد. طيب يلا. طلينا نكمل. طيب. اول سؤال ده هو اكتر بفكرة ان احنا ازاي نحسب. فهو السؤال هنا بيقول ايه? السؤال المفهود هنا بيتكلم ان احنا عندنا بايناري سيمتريك تشانل. بيقول ان هي لها احنا كده كده عارفين هي لها تو امبوتس. بس الامبوتس هم زيرو وون بي بروابيليتز او بوينت فايف و او بوينت فايف. يعني كده انا عندي امبوت سورس للشانل دي. بمعناها بايناري سيمتريك تشانل. فهو ما بيطلعش اغلطو فاليوز. الفاليو اللي هي الزيرو والفاليو التاني اللي هي الوان. وبروابيليتز كل فاليو فيه انبوت بوينت فايف. وباليان الاوبوت بتاعنا برضو بيبقى لا زيرو لون. ومدينا الاشانل ميتريكس. وقالينا ان الابسون دي هي الابسون دي. طيب. قبل ما نبص كده هو ايه المطف في السؤال. احنا كده لو حبينا نموديل الابسون دي. هنلاقي كده ان احنا عندنا تشانل. وبارعا تشانل. فدي بكي بقى تشانل. بالشكل ده ليها وليها وكل ممكن يروح لأي واحد من اللي عندنا. هنلاقي ان الشكل عندنا. حاجة. بالمنظر اللي انا بنسمه دي الوقت ده. دي دايما البيان احنا عارفين انه تايما هيبقى شغل بتاعها بالمنظر ده. طيب وهو بيقولي ان احنا ياما بنبعت اكس زيرو اللي هي بتساوي صفت. ياما بنبعت اكس وان اللي هي بتساوي وان. وايه الاوضوت بتاعنا هيبقى واي زيرو. ياما واي وان. وهو هنا مدينا البرابيليتي متريكس بتاعنا. فكده البرابيليتي متريكس نحن بنسبت الامبوز وبنغير في الحاجة او بنسبت البيان وبنغير في الحاجة اللي فديت كده البرابيليتي وان جيبن اكس زيرو. ودي ببابيليتي وف واي زيرو. مش عارفين فتاكين معادينا. فده كده ببابيليتي وف واي وان جيبن X1. فدول كده الاربعة الاي اللي موجودين عندك. طيب. لو حبينا نكتب الاربعة دول على فيبدي كده فدي تبقى الوان مينس ابسلون. هي تبقى الابسلون. هي تبقى الابسلون. هي تبقى الوان مينس ابسلون. عشان كده هو هنا بيقول لنا في السؤال ان الابسلون هنا اسمها ابسلون. طيب. اه. ايه اللي مطلوب بقى في السؤال. هو اول طلب في السؤال هل حالات الاتشافات التقاطيها دي. ايه ما قلنا بنقولي هنا دي. طيب اللي كان مطلوب اول طلب في السؤال هو عايزنا نحسب بحث نحسب. يعني هو عايز نحسب. في الانبوت سيمبل. فكده يبقى احنا اول حاجة نستنتجة من هنا. هو عايزنا نحسب بالظبط وين حاجة المطولة من هنا يتحسب في القارة ايه ده حد كده ممكن يقول لي او 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 اي شباب اتش او 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 صحي كده ولا امت حيالي. هي صحي. تبقى اتش بس مش غاي معينة هي ده الانتربي في العموم. وقوة عشان جاء طالب مننا نحصل. ده كده المطلوب مننا في السؤال ده. طيب احنا كده كده عارفين ان هي القانون بداية هكو لسه كاتبينه في اللي فاتت هي واحد على الكنديشنال اللي هي بس معلش هو هنا آآ معلش شبابه انا اللي كاتبه ده اصلا كاتبه غلط هو مش طالب مني كده اساسا هو طالب. عايز العكس طريبا. بالضبط هو طالب مني اتش و اكس جيبن واي هو وعايز لعرف خريب في الانبوت. يعني نحصل اللي grabbing الانبوت موسيقل. فان خلاص اعرف خريب المcot acids عشان جيبن خريب بس الانبوت و regular f عارف نعم بس anxiety . يبقى كده انا عايز اجيب خريب خريب اللي هي الانبوت اللي otherwise دي بقى المفروض بزنSE deng very given x ل Geshe تبقى b of a i given y j بالشكل ده. فده كده القانون بتاعي اللي لها مفروض ايه? هفك الصميشن ده وابتدي احل. بس انا عايز اشوف بقى هو ايه اللي given عندي و ايه اللي مش given. هنلاقي ان اللي given بالنسبة لنا هو مديني غير معلومتين. هو مديني ال b of y given ال x. ومديني ال b of zero. وهي البربائيتي انها بعد x zero. وال b of one. مش مديني اي معلومة تانية غير كده. فيبقى انا من الحاجات دي انا عايز اجيب ال joint probability. ال b of x i y j. وال b of x i given y j. فحنبتدي كده اول حاجة نحسب ال b of x i y j. هنبتدي كده فكرة يا شباب ال joint probability كانت بتساوي ايه? لو تبتكروا كده احنا كنا بقول ال joint probability هي الكون. ال b of y j given x i. وممكن برضه نقول انها بتساوي probability of x i given y j. probability of y of j. طيب هو في السؤال هنا هو مديني ال b y j given x i ومديني ال b of x i. يبقى انا كده من هنا اقدر اجيب ال probability of x i y j. يعني كده كمثال. لو انا عايز اجيب probability of x zero. وي y one. يبقى انا كده عايز احسب probability of y one given x zero. في probability of x zero. طب probability of y one given x zero دي فين? هي ال probability دي. طب probability of x zero هي ال b of zero اللي موجودة عندي هنا. فكده الكلام ده هي ساوي. ب zero. ب. ابسلن. وهو هنا اقال ان probability of zero بتساوي نص. وال probability of one بتساوي نص. الكلام ده هو جايبه لي منين او انا جبته منين. ده given اصلا في السؤال. زي كما مكتوب هنا كده. ان probability of zero y zero نص ونص. فالكلام ده كده هي ساوي. ب zero في ابسلن. اللي هي بالنسبة لي هتبقى بتساوي half الابسلن. يبقى احنا كده من هنا نقدر نقول ان اللي بيبقى مكتوب على الرسمة. دي. بتبقى ال conditional probabilities. مثلا دي. y zero. x zero. والinputs بتاعتنا دي. بتبقى ال probability بتاعت ال input. فيبقى انا كده لو عايز اجيب ال probability بتاعت او فانا باخد probability ال input. اضربها في ال conditional probability دي. فمن هنا كده نقدر نقول ان احنا نقدر نكون ميتريكس تاني بقى لل joint probabilities. ان انا للوقتي لو عايز احسب بي اكس زيرو واي زيرو. فانا هاخد البي زيرو دي. اضربها في البي واي زيرو جبن اكس زيرو دي. بقى عندي هاف. وان ماينس ابسلن. طب مسلا لو حابب احسب ضرب البي وان دي. مسلا. في الابسلون دي. يبقى انا كده بقى اضرب بي وان في الفاليو دي اللي هي. بالنسبة لي هتبقى موجودة هنا كده. طب دي هنا في الكيز دي بتساوي ايه? ده عندي هاف نصف. اللي هي. ودي. فابقى الكلام ده كده عندي. فابقى الكلام ده كده عندي هاف. فدي كده بالنسبة لي تبقى عبارة عن ايه? دي تبقى عبارة عن probability of y0 given x sorry probability of y0 وx1 طيب بنفس الطريقة هجيب البعين يبقى لو عايزة جيب probability of y1 وx0 يبقى هضرب half probability of x0 probability of y1 given x0 لها الابسلون دي فهضرب half في ابسلون طيب اخر واحدة probability of y1 وx1 يبقى برضى عندي half يبقى دي كده اللي عندنا طيب هل لحد كده في مشكلة احنا زي حسبنا شابة طيب عايزين نكمل احنا لسه حسبنا اللي بيحصل فجأة ده ايه بس انا عندي حضرتك احيانا صوتك بيروح كده ويقطع طب انا هحاول اخلي المواقب كده جنبي دايمي ممكنكم ببعب يعني وشي بيتحرك فهه افضل ماكو كده لو بس لو عزار تاني مشكلة بقوله يعني ماشي امان امان طيب لو هنيجي نكتب كده الانترو بمرة تانية اللي اللي احنا هدين نحتبها لله اتش او اكس جيبن واي فده كده هيساوي دابل سميشن زي ما كنا بقوله البرابي بي اكس اي واي جي دي خلاص حسبناها log to the base 2 واحد على probability بي اوف اكس اي جيبن واي جي دي اللي لسه النوم بالنسبة لي بس انا كده كده عارف ان البي اوف اكس اي واي جي اللي انا هتبتها دي بتساوي بي اوف اكس اي جيبن واي جي في البي اوف واي جي يبقى من هنا كده اقدر اجيب البي اوف اكس اي جيبن واي جي اللي انا عايزة تمام طيب هعمل الكلام ده ازاي يبقى انا محتاج دلوقتي قبل ما ابتدي او اكمل شغل او اجيب البي وفي اكس اي جيفن واي جي محتاج احسب البي واي البي تساوي زيرو هنسميها البي واي زيرو وعايز احسب كمان probability of واي وان طيب هحسب probability of واي جي ازاي يا شباب حد فيه وده يعرف ممكن احسب واي جي ازاي احنا عارفين ان انا لو جينا اقول لان انا لو بصم الjoin probabilities درسنا في الاول لو بصم الjoin probability على واحد من الto variables فده كده هيجيب لي probability الvariable التاني يبقى بالتبعية هنا كده لو هطبق نفس الكلام ده على اللي موجود عندي يبقى انا كده من هنا قدر اقول ان سي مثلا انا عايز احسب بي اوف واي زيرو هلاقي ايه هلاقي ان بي اوف واي زيرو هتبقى ما هي الا probability of x0 y0 زائد probability of x1 و y انا سوري y0 يبقى دي كده انا هحسب بي اوف زيرو وبنفس الطريقة طبعا اقدر اقول ان البي اوف واي هتساوي probability of x0 y1 زائد probability of x1 و y1 وطبعا بي واي 1 دي هي 1-بي اوف زيرو كده كده اساسي تمام طيب مش احنا عارفين ان بي واي زيرو given بي واي زيرو x0 دي مش هي بالنسبة ان هي عبارة عن بي واي اوف زيرو given x0 في بي اوف اكس زيرو وبنفس الطريقة برضو نقدر نقول ان بي اكس وان واي زيرو هي عبارة عن probability of بي واي زيرو given x1 في probability of x1 هل في مشكلة في اللي احنا كاتبينه ده او في حاجة مش مفهومة في اللي احنا كاتبينه ده في حاجة من لغبطاقه او كده او حاجة مش منطقية بالنسبة لكو يعني طيب يبقى كده من هنا انا عايز احسب بي واي زيرو ده انا كأني بالضبط باخد كل باص عندي اضرب الprobability اللي موجودة على الباص اللي هي الconditional probability اللي هي مثلا في الكيس دي بي واي زيرو given x0 اضربها في بي اكس زيرو يعني اضربها في الprobability بتاعت الامبوت اللي موجود عندي هنا وبنفس الطريقة برضو بي واي زيرو given x1 انا هاخد الprobability بي واي زيرو given x1 اللي هي الprobability دي اللي هي على السهم ده اضربها في بي واي اكس وان اللي هي عندي بي واي يبقى كده انا لو عايز اجيب الprobability بتاعت اي بوينت سي مثلا بي واي في زيرو انا كأني باخد probability الامبوت اضربها في الprobability اللي موجودة على الباص واجمع الكلام ده كله على كل الحاجات اللي تدخل على البوينت دي فيعني مثلا لو هطبق الكلام ده كده على واي 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 بالنسبة لي هتساوي البي زيرو اللي هنا مضروبها في الفاليو دي يبقى بي زيرو في ابسلون زائد الباص التاني اللي هو الباص ده اللي هو البوين اللي هنا مضروبها هنا في الوام مينس ابسلون الهوف فتطلع عندي ايه كمان بهوف. فده الفكرة في السؤال ده. فمش عارف هل في مشكلة لحد كده يا شباب ولا لا. انا مش فيهم الشيخ اللي بيحصل فجأة ده. طيب ما لش بس انا عكتب الكلام ده تاني. بس هل حد كده في مشكلة يا شباب ولا انتم هرحين معي ولا اصلا انتم فيه نهاردة ده صارت ايه? لا تمام. طبعا شباب. تمام. ممكن سؤال? ايه معلش? سؤال بس ثانية. هو بي او جي بقى. البي او بي واي وفي جي. في الاخر هي مجموعة الاثنين بي واي في زيرو بلس بي واي في وان? لأ ولي مش هي البي واي وفي جي. تمام. في الاخر بقى هي مجموعة النص زائت نص اللي احنا طلعناهم? لا هي البي واي في جي دي هي لو الجي دي يعني منها بروبيلتي ان الواي اوف وان. للو الجي بتساوي وان. بي ي في ج لو ج بتساوي 0 يأتي بحيث بالبي وي في عي ellos في بق المجرد ن الآن بحيث بالبي وي في زيره بنفس graduates نفس الكلام يمكن بنفس المIES اmittelباقات ال locks ي يأتي البي في مرة grate سيضا في ودى Constant ولو الجي مثلا بزيرو يبقى انا كده بحسب بروبيتوف ايكس وان واي زيرو فهو الاي والجي ده دول مجرد اه نوتيشن بالنسبة للا اكثر ولا اقل اه تمام تمام في متى حضرتك او او تمام فكده يبقى بس نهار دي عكتب الروبيتوف ايكس اي واي جي اللي تشفتت فجأة دي ده كده الماتريكس ده كان عندنا هنا هاف في وان ماينس ابسلون وعندنا هنا هاف ابسلون وهنا هاف ابسلون وهنا هاف في وان ماينس ابسلون يبقى ده كده البي او اكس اي واي جي واحنا من شوية قلنا ان البي او اكس اي جيبن الواي جي هتساوي البي او اكس اي جيبن الواي جي اه سوري البي او اكس اي واي جي باي البي وي في جي. فانا مسلا دلوقتي لو عايز احسن مسلا بي اف اكس زيرو جيفن واي وان. يبقى كاني عايز اجيب اف اكس زيرو وي واي وان. اقسمها على البي اف واي وان. وانا خلاص حسبت البي واي وان والبي واي زيرو معايا كل الجوين فقدر كده من هنا اكون ميتريكس جديد اللي هو بي اف اكس اي جيفن واي جي. هيبقى برعا ان انا هقسم كل من هنا على الخاصة بي. وانا في الخفز هنا ان انا زي ما شفنا كده من شوية ان البي واي زيرو والبي واي وان اللي اتنين بيساوه ها. فكده كله انا هعمله ان انا هقسم من الميتريكس ده كله على ده كله على مصر. فهيطلع عندي كده هنا وان ماينس ابسلون 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 وي وان ماينس ابسلون. يبقى ده كده البي اكس اي وي واي جي. طيب. يبقى لو جينا كده مساحنا ده تاني وكتبناه للمرة التالتة. هيبقى كده عندنا. ده اللي تحت ده كان خلاص البي وباكس اي جي بين الواي جي. ودلوقتي هنجيب متأة بس تاني مرة كده متريكس البي وباكس اي واي جي. اللي هو حيساوي. هاف بي وان ماينس ابسلون. وهاف ابسلون. وهاف ابسلون. وهاف وان ماينس ابسلون. طيب. من كده يبقى احنا كده خلاص حسبنا البي وباكس اي واي جي. والبي وباكس اي جي بين واي جي. هنعوض بقى نجيب بتاعت الانتريب اللي احنا اصلا كنا عايزين نحسبها لها الاتش او اكس جي بين الواي. احنا كنا بنشغلون هي دابل صميشن لبي او اكس اي واي جي. بي لوج واحد على بي او اكس اي واي جي. فانا في كل مرة هشوف او يعني هعوض لكل مرة بالبالي بتاعت بتاعت الاي والجي اللي عندنا. طب احنا هنا فالصميشن ده كده ملوش غير فور فوسبليتز. اكس زيرو. واي زيرو. اكس زيرو. واي وان اكس وان واي وان واي زيرو. فف كل مرة هعوض في القانون بتاعي بي الفوسبليتز دي. فف اول مصر في اول مرة مثلا انا بقول ان ال اكس بزيرو وال واي بزيرو. يبقى بتاعتها. اهي. لكنها ها بي. واحد على الكونديشنر. ما لش ادي كونديشنر من جوين. واحد على الكونديشنر من جويندز. فالكونديشنر من جويندز هنا. بوان ماينوس ابسلون. هيبقى اكده عندي ده كده اول تيرو. طيب تاني تيرو. لما الواي تبقى بوان وي. ان اكس هو اللي بزيرو. فادي كده دير المارج. قدير لكم الجويند. ودي الكونديشنر. فتاني تاني ما هيبقى عبارة عن هاف ابسلون. واحد على ابسلون. طيب تالت تيرو بنفس الطريقة هيبقى واحد على ابسلون. واخر ترم هيبقى وان مينس ابسلون. هي لوج وزا فيس تو وان على وان مينس ابسلون. يبقى دي كده بالنسبة اللي هي اللي احنا عايزين نحسبها. فقا استنى بس نعملها فهنلاقي كده ببساطة. ان انا عندي الترم. والترم ده. هم نفس الترم. فهجمعهم على بعض. فهيطلع عندي وان مينس ابسلون. لوج وزا فيس تو وان على وان مينس ابسلون. طيب الترم الترمز التانين برضو نفس الحاجة. فهيطلع عندي ابسلون لوج وزا فيس تو واحد على ابسلون. تبقى هي دي الاتروب اكس. given الواي اللي عندي. فده كده كان اول طلب في السؤال ده. ان احنا نحسب الاتروب اكس. given الواي. طيب. تاني طلب في السؤال. عايزنا نعرف ايه بتاعت الابسلون اللي هتعمل لنا. طيب. انا دلوقتي جبنا الاتروب اكس given الواي. طيب لو عايز اعرف بتاعت الابسلون اللي هتعمل ايه? بالزبط كده هتفرانشيات الواي دي. واساوي الكلام ده بصفر. واشوف الاقابط هيطلع عندي. بكان بالزبط. دي كنا عملنا حاجة مشهده في الشيط رقم اثنين. فلو عملنا الديفرانشيشن ده وستغنى بصفر. هنلاقي ان احنا كأننا عندنا ان لوقت وزابيس تو. الواي مينس ابسلون على ابسلون. هتساوي زير. فمن هنا كده نقدر نقول ان الابسلون هتطلع عندنا بوهاف. وساعتها الاتش. او اكس. جيبن الواي. لو احنا عوضنا. هتطلع عندنا ايكوالز. تو. وان. دي تبقى الماكسيمان فاليو بتاعت الابسل لتماكسيمايز الكنديشن الانتروبي. والكنديشن الانتروبي في الكيس دي هتساوي وان. فمش عارف هل في مشكلة لحد كده يا شباب? هل في مشكلة في السؤال ده? اشمع عندي ايس. اه. في اول نقطة بس هاي زغف ليه طلع عندي اربع ترمات. لما جيت احسب اتش اف جيفن الواي. اتش اف اكس جيفن الواي. مش مفوض يبو اتنين بس. طيب بص. هوا اتش اف اكس جيفن الواي هو الترم ده صح? تماما. انا بصامع الاي وبصامع الجي. فالاي ممكن تاخد values لزيرو لوان. والجيز ممكن تاخد values لزيرو لوان. فانا عندي تو سميشنز بصامع لهم مش واحد. فكده انا باتكلم في اول مرة لو الاكس بزيرو والواي بزيرو. مرة التانية لو الاكس بزيرو والواي بوان. المرة التالتة لو X of 1 والY ب0 المرة الرابعة لو X of 1 و Y ب1 لان انا عندي اربعة تيرمز مش تيرم واحد كل صميشن فيه تو تيرم تماما شوانس وكده كده من الرسمة اللي بتبقى موجودة عندنا اللي هي الرسمة دي انا كده كأني بيعدي على كل ال possible possible فادي اول باس ادي تاني باس ادي تالت باس وادي ده رابعة باس بالنسبة لي تمام فانا مش لازم في كل مرة رجع فك القانون الاول وارجع بص لأ انا هعدي على كل ال possible اللي موجودة عندي في التشانل بتاعتي تمام تمام طيب هل حد الحد كده عندي سؤال يا شباب طيب مانيش بس ادوني لحظة انا هواقف الشير لحظة بس عشان هقفل وانوت وابتعها عشان انا مش عارف موضوع ال shift اللي عمل بيحصل فجأة ده بسبب ايه فلحظة كده بس هتضبط الموضوع ده ويه هنرجع تيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي المشكلة ما تظهرش مرة تانية رب انا سهلش طيب ده المفروض يا شباب تاني سؤال في الشيط تاني سؤال ده المفروض هو عبارة عن سؤال true or false وما دينا for statements كده وعايزنا عايزنا نتكلم هما true or false ولو true نوضح ليه ولو false نوضح ليه بقى هو السؤال ده كده ببساطة فكرته معتمدة انه فكرته معتمدة على فكرة ان احنا عايزين نشوف ما بين ما بين ال و اللي عندنا و فلو تبتكروا كده احنا كنا تكلمنا ان احنا عندنا كان فيه من ديجرام دي المنظر ده كنا بنقول ان دي المفروض بالنسبة لنا سي مثلا دي ال والدائرة التانية دي مثلا كلها لبعض مثلا ال و الجزء ما بينهم ده كان ما هو الا و كان ال 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 لو تبتكروا كده كنا قلنا ان ال 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 هي عبارة عن او خلينا نعكسها زي ما شرحناها في ال 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 ان انا عرفت ال هي بتساوي ال 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 هاخدها من y عن x فعشان كده كنا بنقول ان جزء ال كان بيبقى هو ال و بالتابعية كده يبقى الجزء التاني اللي موجود من هنا كده اللي هو الجزء التاني اللي الفاضل من h dه بالنسبة لنا هو عبارة عن h of y given x لان برضو بنفس الطريقة هنقول ان ال ال اللي فاضلة في y once ان انا عرفت x هي بتساوي uncertainty y minus الجزء او المعلومة اللي انا اخدتها من x عن y لان احنا ببساطة قلنا ان i of x y d هي symmetric فهي دي بتمثلي information اللي في x عن y او information اللي في y عن x وبرضو لو تبتكروا كده قلنا ساعتها طب بما ان كده لو i of x y d independent يبقى ساعتها كده او سوريا x y independent بساعتها joint information ما بينهم بصفر لان لو هم مش معتمدين على بعض فواتيفر بقى هم السل مش معتمدين على بعض فمش هبقى في اي information موجودة في x عن y والعكس صحيح طيب السؤال ده المفروض هو عايز بقى يعني يتناقش او يتناول الجزئية دي فخلينا كده نبتدي نبص عليهم one by one بس خلينا في الاول ناخد اول واحدة فيهم اللي هي اول اول property فيهم اللي هي ال property الاولى اللي هي او part a اللي عندنا في السؤال ده part انا بيقول ايه بيسأل ان لو h of x given y بتساوي h of x minus h of y فده كده معناه ان x y are independent فعشان نفهم دي بشكل احنا قلنا من شوية ان لو x y two independent random variables يبقى معناها كده ما فيش اي information موجودة في x عن y والعكس صحيح يبقى كده i y y بتساوي zero طيب واحنا من شوية قلنا ان h of x given y هي في العموم بتساوي h of x minus information اللي في x عن y فلو هم independent يعني معناها ان information دي بتساوي 0 ففي الكيس دي بتبقى h of x given y بتساوي h of x مش بتساوي فمن هنا كده نقدر نقول ان ال statement هتبقى false statement مش عارف هل دي فيها مشكلة يا شباب ولا او محتاجين نعيدها تاني لو حد عنده سؤال كده ريت تسأله انتو سمعيني طبعا شباب تماما شمعيني طيب لو ما حدش سأل يعني هفضلت كده انتو ما عندكوش اسئلة فخلينك خلينا نكمل يعني فهمين طبعا شباب لا احنا بنقوله ولا في حاجة النهاردة لا تمام طيب طيب تاني statement وبيسأل عليها بيسأل if h of x given y بيساوي 0 يبقى ده كده معناها ان x y independent طيب او احنا من شوية قلنا لو x y independent تبقى ده مقصود بايه information information بتساوي 0 information بتساوي 0 هايلو جدا طب هو في العموم h of x given y المفروض بتساوي ايه احنا قلنا من شوية ان هي بتساوي اله اقدر اكتب ان هي h of x minus information of x y طب لو كده لو هي independent فيبقى الانفورميشن دي بتساوي صفر يبقى كده نقدر نقول اله of x given y بتساوي اله of x مش بتساوي 0 زي ما اللي statement دي بتفترض فيبقى كده من هنا نقدر نقول ان ال statement دي برضو ما هي الا false statement طيب ثالث سؤال او ثالث واحدة في true or false وافضل الصراحة دي كاتب اول واحدة بس يعني ايه مش مشكلة او ما انا مش محصولين بترتيب مزبوط كوي السؤال ده بيتكلم انه هو بيقول لو الميوتش الانفورميشن بزيرو يبقى معناها ان x y are independent فهل ال statement دي شباب true ولا false true عشان احنا لسه من شوية عالين القصة دي بس عايزين نتكلم او نوضح هي ليه true لان ساعات في الامتحان هو بيقول لك هل دي true or false وصلح الفولس ويعني وضح ليه statement true فحس دي يعرف ممكن نسبة ان هي true ازاي؟ احنا اثبتنا فوق اي او اكس واي هي بتساوي double submission ال joint probability الابي او اكس اي واي جي بي لوج بي او اكس اي واي جي على بي او اكس اي بي او اي جي فلو كده ده كده قانون بتاع الميوتش الانفورميشن ان جنرال ففي حالة ان اكس واي اندبندنت احنا نقدر نقول ان ال joint probability اللي هي بي او اكس اي وي واي جي بتساوي الطو مارجنل بتساوي بي او اكس اي في بي او او اي جي يبقى انا كده من هنا قدر اقول ان الترم اللي جوه اللوك ده بكس الاندبندنسي هيساوي واحد ليه هيساوي واحد مشكلة شهير الاندبندسي يأتي اول السامن الاندبندسي او Brad واندبند وقفت si الاندبندسية ويجي على ويجي. يبقى كده في الحالة دي لو هما فالقانون بتاع او الاليو لجوه اللوق دي هتساوي عندنا يعني ككل هتساوي زيرو. فده كده في كيس الاندبندنسي فعشان كده مش عارف هل فيه مشكلة في الجزئات دي يا شباب ولا لا. لو حد عنده سؤال برضو ريت تسأله طيب. لو ما حدش عنده سؤال خلينا نكمل طيب. اخر عندنا عايزين يتشاك عليهم. برضو بيتكلم ان بيساوي زيرو. طيب. بنفس الطريقة. لو اكس واي. اندبندنت. يبقى. اي. او اكس واي. المفروض هتساوي زيرو. طيب. عادينا ريت الاي او اكس واي بالجوينت انتروبي. حد فيكو كده فكرة للجوينت انتروبي كنا ممكن انها بتساوي ايه? انا كنا لو تبتكروا قلنا الجوينت. هقوله. والكده تاني ماشي والصوت بس كان شوضح قوي. ماشي. حلو. مايس الانفورميشن. مايس الانفورميشن. الله ينور عليك. مظبوط جدا. فده كده القانون العام للجوينت انتروبي. انا احنا جوينت انتروبي هو كل ده. على بعضه. يبقى كده لو انا فالاي المفروض هي اللي بتساوي سفر. فكده يبقى اتش. اتساوي اتش اف اكس. مش هتساوي. زي ما هو بيتكلم في. عشان كده تبقى دي بالنسبة لنا. هي فولس ايه كمان. مش عارف شباب. بصوا كده على الجزئيات اللي احنا تكلمنا فيها دلوقتي. ولو حد عنده سؤال ياريت. تسأله. لو ما حدش عنده سؤال خلان يكمل. انا مش عارف هل الصوت لسه شاباب برضو سعب يروح وييجي ولا بقى. واضح كده. طيب ارجو ان يكون واضح بشكل كويس. ماشي. طيب هحاول برضو تخلي المايك دايما قريب بحيث الصوت ايه ما يضعفش او يروح. طيب. خلينا السؤال التالت ده نخليه للآخر. هو السؤال صعب قوي خازنا ندخل في الهاجات الاهم شوية. بعد كده ايه نرجع للسؤال التالت ده. طيب احنا السؤال الرابع والخامس شباب لو تفتكروا كده ما اتكلمنا في الاول. احنا قلنا ان احنا درسنا الكاركترستيكس للثري طايبس والشانلز اللي هي الايجل وحسبنا الانفورميشن بتاعت كل الكيس فيهم. بس البايناري سيمتريك والبايناري ما اتكلمناش عليهم. او انتوا اخذتوا البايناري سيمتريك في الفيديو بتاع الليكتشير سريعا. بس يعني عايزين نتكلم عليه مرة تانية قبل ما نتكلم عليه هو. طيب. فهو في السؤال ده المفروض بيتكلم ان احنا عندنا بايناري سيمتريك اتشانل. البايناري سيمتريك channel d. آآ ليها. آآ ليها two inputs. فبيقول ان ال-b of zero ده. هو بيمثلي ان انا ببعث x zero. اللي اه بيمثل صفر. وال-b of one. اللي اه بتساوي طبعا واما ناس b of zero. انا ما عنديش غير two symbols. بتمثلي ان انا ببعث ال-b one. وبيقول ان انا عندي ال-transition probability of channel. ال-transition probability of channel. دي دي بتساوي d. طيب عايز في السؤال عايز نسبة two relations او relation فيها عايزنا نسبة او نجيب الترمينولوجي او يعني نجيب القانون للميوتر الانفورميشن لكيس البيانري سيماتريكي تشارل عايزنا نسبة ان ال i of x y اللي هي الميوتر الانفورميشن بتساوي h of z minus h of b وهو ما دينا given كده ان ال z زي ما هو مكتوب عندكم مكتوب عندكم هنا كده ان ال z ده يعني كاني عملت change of variables كده فال z بالنسبة لي ما هي الا one minus b one مضروبة في b زائد one minus b مضروبة في b one فهو ما دينا كده زي change of variables او notation للترم ده بحيث ان الترم ده لما يظهر عندنا قدام نشيل ونحط مكانه الزد فنقدر نحسب ال i of x وو بي اللي هو كتبهن ده فيبقى احنا دلوقتي اللي هدف كده من السؤال من اخر هو احنا عايزنا نحسب الميترينفورميشن للبايناري سيميترك تشانل. ولو تبتكروا انتم مفوت حسبتوا الميترينفورميشن للبايناري سيميترك تشانل في الليكتشر باستخدام القانون الأساسي اللي هو الدابل سميشن. طيب احنا عايزين نسبته المراضي بطريقة تانية باستخدام القانون التاني انه هو ان الميترينفورميشن بتساوي H dust of y minus H of y given X. يعني كان احسب H of y لوحدها وال H of y الوحدها ومن الاتنين اتروحهم من بعض اجيبي الانفورميشن. ونشوف هل ده هيوصلنا النفس الحاجة ولا لأ. طيب خلينا الاول كده نرجع نرسم المرة تانية. فلو تبتكروا كده معي هي حاجة. هي بالشكل ده ليها واي ممكن يروح لأي. هنلاقي ان احنا عندنا حاجة. بالشكل ده. تمام كده. وساعتها كنا بنقول ان الانبوت احنا عندنا نفطه انبوتس. اللي هما ال اكس زيرو. وده البرابيليتي بتاعته بي زيرو. وال اكس وان. وده البرابيليتي بتاعته بي وان. والاوبوتس بتاعتنا هو مش قال لنا مش مدينا نفط مش على البرابيليتي بس هنسمي ان واحدة فيه من انا بي واي زيرو. والتانية بي واي اوف وان. وهو علينا ان احنا البرابيليتيという او Daiberl مع اون يعني لان هي بتساوي بي فيبقى الفاليو دي ببي والفاليو دي ببي. وكده هي تبقى 1-B وזה هتبقى 1-P. لكن هذه اول حاجة كده احنا قلنا ان احنا هنجيب الانفورميشن باستخدام الرول ده. فيبقنا دلوقتي مثلا في الاول هجيب الاتش. وفي الواي جيبن الاكس. واحنا عارفين زي ما قلنا من شوان الكونديشن البرابيليتي ايضا بالصميشن. للجوينت بروابيليتي. واحد على الكونديشن البرابيليتي بس المرضي هتبقى بروابيليتي جيبن اكس اي. لان انا بتكلم على الاتش او في جيبن اكس مش الاتش او اكس جيبن الواي. طيب. ايه اللي موجود يا شراب عندي من البرابيليتيز دي وايه اللي ناصف? عايز الواي نوت والواي وان. لا بروابيليتي بتاعت واي نوت واي وان. هلو? عشان اعمل بيوم ايه? اعمل بيوم ايه? هاني ممكن عشان اجيب بتاعت الواي. بالزبط كده هو وانا دلوقتي انا الكونديشن البرابيليتيز معايا اللي هما مكتوبين على الاسهم دول. بس الجوينت هي اللي مش معايا. بس انا عارف ان الجوينت كده كده كده. بتساوي الكونديشن البرابيليتيز معايا. اوش كده. هارجع اكتب ده تاني. انشاء اللحظة مرة ثانية يا شباب. نقول نعليم من شوين الاتشوفي جيبن اكسة يا عبارة عن دابل سميشن للبي ال�� او اكسة واي واي جيبن اكسة يا عبارة عن دابلا بها بي اكسة واي جيبن اكسة واي جيبن اكسة ايب搭 قوي وتنبان اكسة بي óج واي جيبن اه اكسة واي جيبن اكسة Jackie ب database طيب يبقى انا كده من ده انا مش محتاج البي واي زيرو والبي واي وانا معايا البي انا كل ما احتاجه البي اف اكس او اي ليه وبربابيات الامبوتس اصلا موجودة معايا فانا حاليا مش هحتاج البي واي زيرو والبي واي وان طيب يبقى انا كده مجحسس بالاتش وفي الواي جيفن الاكس. انا عندي دبل سميشنز فانا هعدي على كل اللي موجودة عندي. طب اول اما تبقى الاكس بزيرو والواي بزيرو. يبقى انا عايز اللي ما بينهم. طب احنا قلنا اللي هي عبارة عن ايه? اللي هي اللي مكتوبة على السه عشان دي مضروبه في البي وفي اكس هي اللي هي مضروبه في اول مرة كده عبا اول ترم ادي مضروبه مضروبين في بعض. يبقى انا كده جبت الجوينت. يبقى عندي كده بي زيرو بي وان ماينس البي. طيب. في لوقت. فالكونديشنال بروبيلتي. فالكونديشنال بروبيلتي للبصده هو وان على وان ماينس البي. فده كده اول ترم. طيب تاني ترم. بدل ما بتكلم على بي او سوري اكس اف زيرو وي اف زيرو. لأ هتكلم على السيناريوز التانيين سيه مثلا اكس اف زيرو وي واي اف وان. اللي هو الكروس ما بين اكس زيرو وي واي وان. ففي الكيس دي لما حب اجيب الجوينت بروبيلتي. حليق ان الجوينت بروبيلتي عبارة عن بروبيلتي اللي هي بي زيرو. مضروبه في الجوينت بروبيلتي او سوري اللي هي في الكيس دي ال-p دي ما تبقى عندي في b. واحد على ال- mosquitoes on assault globalability يبقى واحد على Р. طب. الباص اللي بعده. اللي هو سيء مثلا ما بين x1 y0. ال- probability of x1 هي Rb. using الكنديشنال preparedness اللي هي بي. و��ادة الدنيكين washed by 1- v Can عبر برها على الكنديشنال المابيليتي اللي هي والن منس البician في واحد على وان ماينوس البي اللي عنده يبقى الاربعة تيرمز دول هم مش عارف هالفيهم مشكلة ولا لا يا شباب حد عنده مشكلة في الفكة دي فعملت ازاي طيب لو محدش عنده مشكلة نقص ان احنا نعمل simplification للتيرم ده فحنلاقي كده ان اللوج هنا لوج توزابيز وان على وان ماينس بي والتيرم ده برضو فيه لوج توزابيز وان على وان ماينس بي والتو تيرمز مضروبين في وان ماينس بي هنا فحناخد من التو تيرمز دول وان ماينس بي لوج توزابيز وان على وان ماينس بي فاللي هيبقى فاضل من التو تيرمز التيرم اللي فوق هيبقى فاضل فيه بي زيرو والتيرم اللي تحت هيبقى فاضل فيه بي وان. طيب الاتنين ترمس التانية اللي فاضلين. هناخد برضو بي نج سوزابستو وان على بي كومن. فاللي هيبقى فاضل فيهم بي زيرو زائد بي وان. فدي كده تبقى هي الاتش. احنا مجرد بس حاولنا ايه? نعمل لها سيمبليفيكيشن. طيب بي زيرو بي وان يا شباب ممكن حد بي وكده يقول لي هم عبارة عن ايه? انا باب واحد. هايبقوا بواحد. طيب ليه بواحد هم دول اصلا بيمثلوا ايه? هم دول الاتنين بربائلاتف على ال اكس. فهاي تبقى بديرة او تبقى بزرابت كده. بزرابت كده انا انا نور عليك. هم دول كده بربائلاتف الامبوت. فلو هم دولوا الواحد في نصص ما شامتهم هايبقى بواحد. فكاين كده الاتش هي هي 1-B في لوج زائد بي زائد بي لوج زائد بي 1-B. دي كده الاتشوف وي جيفن اكس. واحنا كنا ممكن نتبقى بالفورملا دي وخلاص. بس هو الفكرة هنا اننا لو جيت ابص على الفورملا دي. على كأن بالضبط دي فورمت مفروش غير two possible inputs. لابي. ال two inputs بتاعتهم بي لون ماينوس بي. فلو تبتكروا كده احنا كنا سمينا حاجة زائد دي قبل كده هي. فعشان كده يبقى اول اللي هو الاتشوف وي جيفن الاكس ده. الترم ده بيساوي الاتشوف بي. فده كده كان اول ترم احنا كنا محتاجينه واحنا شغالين في الحسابات بتاعتنا. عشان احنا كنا عايزين نحسب الاتشوف وي جيفن اكس. وفعلا طلع هنا بيساوي الاتشوف بي طيب هل حد بي كده فاكر لو عايزة احسب الانتري بتاعت الصورس احنا كنا بنعمل ايه? يا لو عايزة احسب الاتشوف وي دي يا شباب بعمل ايه? بالضبط. هو كأن الاتشوف وي يعني هتساوي بي واي اوف زيرو او نيجاتيب بي واي اوف زيرو مثلا. بي واي اوف زيرو مينوس بي واي اوف ون. بي واي اوف ون. يبقى انا كده ما احتاجه احسب البي واي اوف زيرو وهي البي واي اوف ون هنا. طيب. ده بقى اللي هيظهر عندي החاجة لحساب البي واي اوف زيرو والبي اوف ون. ممكن كده حد ذلك يقولي البي واي اوف زيرو هتساوي ايه? جابنا لارديين نحسب الاتشوف بتاعت اوقو بتاعت او تصوير او تصوير اطبط معين قولنا بنشتغل ازاي? قلنا ان احنا بنشوف كل الـ possible possible اللي جابتلي الـ output ده وبضرب الـ probability بتاعت الـ input بتاعت كل باس في الـ conditional probability بتاعته فيبقى كده من هنا قدر اقول ان الـ b y of 0 هتساوي الباسل لفوق اللي هو b 0 في 1-b زائد الباسل اللي جالي من تحت اللي هو ال-b 1 في ال-b d يبقى انا كده حسبت ال-b y of 0 طب ال-b y of 1 بنفس الطريقة هتطلع b b 0 في b زائد b 1 في 1-b هل حد هنا مش عارف ال-b y 0 و ال-b y 1 حسب نوم ازاي سمعيني طبعا شباب سمعيني طبعا شباب سمعيني طبعا شباب سمعيني طبعا شباب طيب لو تبتكروا كده في بداية السؤال هو كان مدينا ترم معين كده ال-z ده قالينا ان ال-z بي ساوي 1-b 1 في b زائد 1-b في b 1 طيب هو ترم ال-b y 1 ده انا لو جيت هنا وقلت شلت ال-b 0 في هل اقدر احطها او اقول ان هي بتساوي 1-b 1 وزي ما انت قلتوا من شوية كده ان الاتنين مجموعهم ب1 فانا احشيني ال-b 0 واحطها 1-b 1 فكأنها مضروبة في b زائد ال-b 1 هتفضل زي ما هي مضروبة في 1-b طب لما اجي بص على الترم ده ما هو هو نفس ترم الزد اللي مديولي فوق 1-b 1 مضروبة في b زائد b 1 مضروبة 1-b يبقى كده اقدر اقول ان ال-b y of 1 هتساوي الزد اللي هو كان مديهالي طب ال-b y of 0 ما اعرف ان ال-b y of 0 دي هي عبارة عن 1-b y of 1 يعني كأنها 1-z فكده يبقى انا جيبت ال-b y of 0 وال-b y of 1 انترمزه في الزد اللي هو كان انا عايزه هاي كده بكل بساطة في قانون ال-entropy of y هشيل ال-b y of 0 وحط مكانها احط مكانها 1-z في log to the base 2 b y of 0 برضو هشيلها وحط مكانها 1-z minus b y 1 انا عارف انها بتساوي z فهشيل كل b y 1 وحط مكانها z فيبقى عندي negative z في log to the base 2 of z طب وهذا برضو كأن انا عندي binary source ال-probability بتاعت كل السيمبلز اللي فيه هي z 1-z فاقدر اسمي ده كده ال-h of z فكده تبقى ال-h of y بتساوي ال-h of z وال-h of y given ال-x هي كمان بتساوي ال-h of b فلو كده حبيت احسب الميوتر الانفورميشن اللي احنا عارفين او اللي احنا من شوية كنا بنقول انها بتساوي ال-h of y minus ال-h of y given ال-x هتطلع عندنا الميوتر الانفورميشن بي لونا انها بتساوي ال-h of y minus ال-h of y given ال-x واحنا طلعنا ال-h of y بتساوي ال-h of z وال-h of y given ال-h ال-h of b ويبقى احنا كده جبنا الميوتر الانفورميشن للباينر سيمتر زي ما هو كان عايزنا نكتبها وبالفورميلا لو كان طالبها من النيل مش عارف الشباب لو حد عنده سؤال في الجزء دي تسأله قبل ندخل على الجزء اللي بعد ربش مواندوس ازاي خليتها واحد ماينس زد مواندوس مواندوس احنا عارفين ان المفروض ان ال-b-y-1 وال-b-y-0 مجموعهم بواحد هو ده سورس مفروض ما بياخدش غيرته سيمبوز لو-y-0 لو-y-1 تمام المجموع بتاعهم هيبقى one فلو by-1 تلعب بزد فby-0 ستبقى one minus z one minus by-1 يعني تمام اه يعني من الاخر لان السميشن بتاع الاثنين دول لازم يديني واحد تمام 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 اه طبع اه هو الالترانيشن بروبيلج اللي هي في هي دي ما معناها اللي تخلي سيمبل بتاعي بغلط بالزبط يما بنسميها transition probability فجالي مثلا ويف 1 بالزبط يعني transition probability دي يما بنسميها probability of error يما بنسميها transition probability لو زي ما انت قلت كده ان انا ابعت zero استقبل one او ابعت one استقبل zero بس ده طبعا فعالة بايناري بس انها تشنل اسالا بالشكل ده ملاجر 2 و 2 output وال input الاول ممكن رح لأي احد من 2 input 6 ثانين والعكس تمام طب هي probability مثلا ان انا عبعت zero استقبل y zero ليها اسم ولا لأ ولا هي error بس لي اس بس التانية دي يعني دي probability ما بين two values بس ملاجر اسم محدد تمام شكرا 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 طيب ثاني part في السؤال اتفضل حلوك قلت اسمها ايه تاني لترانزيشن دي اسمها اما الترانزيشن probability اما probability of error تمام تمام طيب ثاني part في السؤال اللي هو عادة يبقى مطلوب اصلا في اي سؤال لان احنا كده كده احنا قلنا الهدف من اللي هنحسب الcapacity بتاعت كل واحدة من الترانزيشن دي فلو بسيطه هتلاعوا ان تاني طلب في السؤال هو هجلنا نحسب الcapacity بتاعت الترانزيشن والprobability بتاعت السورس اللي تقالي الcapacity دي طب حد فيكم كده فكرة احنا كنا ممكن احنا ممكن نحسب الcapacity ازاي بنقول الcapacity عبارة السيستم ده فبقى ان انا جبت ال فانا بس ناقص ان اجيب الماكس بتاعت كانت الطريقة اقول طبعا ان انا ال الحاجة اللي ممكن اغير فيها واشوف ساعتها او اصوي الكلام ده بصفر عشان انا في الماكس بيتحق بس هو السؤال هنا قبل نشتدي نشتغل كده هو ال ال بص عليها هي كانت عبارة عن ايه مش كانت عبارة عن اه 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 هو السؤال بيقطع بس هو السؤال بيقطع عنده كلك شباب ولا عند بشونس بس ولا عندنا كل سمعيني اصلا شباب عندي كمان بيقطع حضرتك ايه واندي سمعينك وبنرد عليك بس عندك لك عندي لك طيب انا هاول كده ازفش عن اتوك تانية امل ان الدنيا تزبط شوية لحظة بس كده معلش طيب هل كده الدنيا افضل يا شباب ولا لسه الصوت بيقطع طيب جالة تمام ما فيش تقاطية لحد لوقت طيب لو قط عبرتنا يا شباب يريد بس بلغوني ماشي طيب احنا زي ما كنا بنقول ان الانفورميشا اللي احنا عسبناها دي هي فانكشن في حاجتين الاتش اوف زد والاتش اوف بي طيب الاتش احنا ما عسبناها هنا هي كانت عبارة عن هي فانكشن بالنسبة لي كده هنا تعتبر حاجة ثابتة ثابتة بمعنى ايه ان انا مش حاجة اقدر اغير فيها اقول ان انا هماكسمايز الانفورميشن عن طريق ان انا لعب في لان دي مش حاجة في ايدي فتبقى الحاجة الوحيدة اللي انا اقدر العب فيها دلوقتي عشان هي لان هي فيها ترمات فانكشن في البي وان والبي زيرو اللي هما بروبيتي السورس بانا اقدر اغير في بروبيتي السورس بس مقدرش اغير في بروبيتي الاتشان فمن هنا كده نقدر نقول ان الانفورميشن عشان يحصل لها ماكسمايزيشن يعني هسبت الاتشوف بي لان هي مش حاجة في ايدي بس هشوف ايه الماكسماي بتاعة طب الاتشوف زيت دي لو بصرنا عليها وكأن احنا كده بنتعامل هنا مع باين سورس طب يبقى بتسوي كما شباب على حد كده فيكم فاكر اولا بتاعتها متساوية اولا انا فاكر صح ان هي الماكسمايزيشن بتتحقق لما المتساوية فكده ببعني دول بايناري فكأن انا عندي سيمبل فالبرابيلتي بتاعتهم هتبقى برعا هتبقى لحظة برس الصوت اللي تمسح ده هتكلم كده مرة تانية سريعة احنا قلنا ان اتساوي ال H اللي احنا اثبتنا نهاية تساوي ال H منص ال H اللي احنا قلنا نهاية تساوي قلنا عشان بس يعني هنزين نجيب ال H maximum of Z منص ال H of B وزي ما انت قلتوا كده من شوية ان ال H maximum Z بينهم source وهو two symbols فال maximum بتاعه بيتحقق لما تبقى symbols equal or maximum ده ساعتها بيساوي log number of symbols to the best two يعني كأنه log number of symbols يتبقى يعني هيساوي one فتبقى الماكس من فاليو بتاعت ال H في Z دي هتساوي واحد وال H في بي قلنا مش هانفها نغير فيها فهتساوي ال H في بي فتبقى دي كده الكباستي بتاعة البايناري سيمتريك تشانل زي ما أثبتتوها في الليكتشر بس انتو أثبتتوها في الليكتشر انكوا استخدمتوا قانون الميتر الانفورميشن اللي هو الدابل سميشن دايريكت احنا هنا استخدمنا القانون اللي هو H في منس H في جيفن X جبنا ال H في لوحدها وجبنا ال H في جيفن X لوحدها طيب الماكس من فالي قلنا هتحقق امتى قلنا لما تبقى السيمبولز ايكولي بروربابل يعني لما تبقى الزد بتساوي هاف وزد بتساوي هاف دي لو رجعت عوضت في الرول بتاعة الزد هلاقي نساعتها ده بيحصل لما ال B of 1 بيساوي ال B of 0 بيساوي هاف بقى دي كده الكباستي بتاعة البايناري سيمتريك تشانل 1-H of B بيتس بير طيب ده كده مثال ان احنا ازاي نقدر نحسب الـMutual Information والكباستي لأي تشانل جيفن بالنسبة لنا طيب احنا في العموم انه بقى قانون اللي نستخدمه هنستخدم قانون اللي هو H-HV ولا نستخدم قانون الدبل صميشن ولا انه قانون اللي نستخدمه بالزبط هو كل القوانين في اغلب المسائل هدينا نفس الرئيس ساعتها نلاقي في قوانين بتوصلنا للريزلت أسرع طيب انه قانون بقى اللي وصلنا دايما الريزلت أسرع مفيش حاجة سابتة احنا نشوف دايما ايه الـProbabilities اللي جيفن بالنسبة لنا وبيزدع لكده نختار القانون اللي نستخدمه بس ساعات كتير بتلاقي ان القانون اللي هو H-HV بس ساعات كتير بتبقى الطريقة دي أسهل بس مش دايما يعني على حسب طبيقة كل السؤال طيب احنا بنعرف منين؟ عادتاً بتعرفوا لما تتحلوا أكتر الموضوع بيبقى وضح بالنسبة لك فمش عارف يا شباب هل في سؤال لحد كده في السؤال ده ولا او في طريقة الحل ولا نكمله لو حد عنده سؤال برضو ريت نسأله او انا مش مؤنسة عشان اجيب حطيت الزد بنصف وعواطف المعادلة سواء قالتوا ان انا عندي binary source الbinary source ده فيه추 سينبولات بتاعت واحدة فيهم زد والتانية او عUB فينس زد باني بتعامل مع binary source فحنا لما درسنا كده فكرة السورس تقلنا الماكسيمام انتروي بتحصل لما تبقى يعني الزد في هاف وسارتتها الماكسما بازاليو دي بتتساوي عدد السيمبول عدد السنبول挫ا sou اللي موجودة في السورس ده عدد السيمبول في السورس ده اتنين فلوقعته توزاabstoها حتساوي عندي ماينس اتشوف بي اللي هي الكاباستي وساعتها قلنا ده بيحصل لما يبقى يعني الزد بها فساعتها الزد بهاب دي هرجع عوض بيها في دي فحيطلع لي ان البي وان والبي زيرو بيساوها تمام اه طيب هل حد تاني شاب عندي السؤال في الجزئية دي هو امتى بس بنستخدم القانون دول او القانون بتانيش لان الصوت قطع ساعتها تمام بصي هو انا دلوقتي انا لو جيت ابص كده على كل القانون اللي عندنا هنلاقي ان القوانين كلها هو في الاخر كل القوانين دي هتحسب لي الميوتر مفيش مشكلة بس هنلاقي ساعة ان القانون ده مثلا فيه حاجات بالنسبالي مش موجودة فيبقى اسهال لي مثلا ان انا روح اشتغل على القانون ده طيب الميزة الاكبر بتبان ساعات امتى بتبان ساعات ان احنا كده كده عارفين ان انا ساعات بتطريب مني نحسب الكافاستي والكافاستي هي الماكسيمم أما انتو في ميوتر الانفورميشن فلو انا استخدمت مثلا اول قانون ده ولقيت ان انا اما كونت وطلع لي تيروس كتير كده فعشان اعرف اجيبي الماكسيمم فمحتاج اعمل ديفرينشيشن لكل ده الحاجات الراندم اللي موجودة هنا طيب لو جيت مثلا بسيط على القانون التاني اللي هو h of y minus h of y given x زي ما اشتغلنا بيه في السؤال هنا لان ما هو طلع لنا ان term h of y given x ده function بس في probability channel وprobability channel دي حاجة ما قدرش العاف فيها فبقى بالنسبة لي كأن ده سابت فعشان اماكسيمميز الماكسيمميز الانفورميشن يبقى بس هماكسيمميز الترم ده فخلي الكلام ده ادى الى ان انا بقيت اقدر او عارف اعمل ماكسيمميزيشن للماكسيمميزيشن واجيبي الكاباستي عن طريق ان انا اعمل حاجة سهلة مش محتاجة اعمل مثلا ديفرينشيشن طويل او حاجة كده فهي ببساطة الروز كلها هتوصل لك لنفس الريزولت بس انت ممكن تلاقي ان الروز منهم هتعرفي بقى تتوصلي الانهي لأسهل امتا بيزد على البروبيلتز اللي متاحة بالنسبالك دي اول نقطة تاني حاجة مع الوقت حيبقى وضح بالنسبالك انت مع ما تحلي اكتر انهي اللي هيبقى أسهل في الشوك بس لو انت استخدمتي التاني هو حيديك نفس الريزولت بس هيحتاج منك ايه وقت اطول شوية في الحال تمامي سوانديسة اه تمام اه ماش تقلينا طيب لو كده ندخل بقى في السؤال اللي بعد لكده خلصنا هندخل بقى في السؤال اللي بعده اللي هو سؤال وقده طالب منها ان احنا نحسب الكاباستي بس المرات اللي بيتكلم على مختلفة اللي هي اللي هي اخر اللي عندنا موجودة في الفايف التشانلز الاساسيين طيب الباناري ايجر التشانل دي ببساطة هي التشانل فيها تو امبوت وقده امبوت اسمه زيرو زيرو ممكن ساعات ما يحصلش فيه ايرور فيطلعك في الاوبوت زيرو وساعات يروح لأيرور لا زيرو لا وان يعني الارور الجديد اللي بيحصل ده لا هو لا زيرو ولا هو وان طيب نفس الكلام بالنسبة لأيمبوت وان ممكن يروح لأوبوت وان ما يحصلش ايرور او ممكن يحصل فيه ايرور فيروح لنفس الارور فاليو اللي بتحصل اللي الزيرو برضو راح له طيب فهنا كده بنسمي البرابيليتيوف ايرور عندنا هي البرابيليتيوف التو باصلز دول دول السيناريوز اللي ممكن او اللي بيحصل فيهم هو وضو في السؤال ده دي كده الطيب اف التشانل اللي احنا بنسميها البينار الريجيال شانل وهو في السؤال ده طالب مننا ان احنا برضو نحسب له الكاباستي طيب خلينا كده نشوف هنحسب الكاباستي ازاي احنا بمرة دي هنستخدم الرول الثاني الانفورميشن او الانفورميشن هتساوي دابل سميشن للبي بي او او اكس اي وي وي ج لوج توزابيس تو واحد اه سوري بقى مش واحد هو نخد لوج توزابيس تو اه الجوين طرابيليتي على بي اوف اكس اي وي بي اوف اي ج يبقى ده كده اللي احنا نرول اللي احنا نشتغل بي بس احنا قبل ما نشتغل بي احنا ممكن نعمله سميشن شوية هي البي اوف اكس اي واي ج دي مش هنقدر اكتبها تبقى عبار عن بي اوف اي ج جبن اكس اي في بي اوف اكس اي ومن هنا كده يبقى انا هشيل البي اوف اكس اي اللي موجودة في النيميريتور هنا بالبيو بإكس آي اللي موجودة في النيميريتور فوق. فكده كأن القانون تحول لي double submission للجوينت probability log to the face to conditional probability على الprobability بتاعة الـ outputs اللي عندي. هل في مشكلة لحد كده يا شباب؟ صمعيني طبعا يا شباب؟ طيب مش بانتصمعين لك ايه. طيب احنا دلوقتي اللي هنعمله زي ما اشتغلنا بمرة اللي فاتت. هنفوك الـ submissions دي لكل الـ possible passes اللي عندنا. فخلينا كده نعدي عليهم pass by pass بس كمان قبل ما نعمل كده عايزين برضو نتأكد هو احنا عندنا كل الـ probabilities اللي مطلوبة مننا ولا في حاجات لسه انهم محتاجة تتحسن. اول حاجة كده هنبص على الـ الـ conditional دي موجودة عندنا. اهل اللي هم موجودين الـ one minus alpha والالفا 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 والone minus alpha. probability الـ output لسه مش موجودة عندنا. فاحنا كده عايزين نحسب probability probability نحسب كده تحت الواحدها. عايزين نحسب probability of y zero و probability of y خلينا نسميها y error و probability of y one. طب probability of y zero ما احنا قلنا الـ probability بتاعت اي اوبط. هشوف كل الـ اللي جايباني الـ output ده. وهضرب الـ input بتاع الـ pass ده في الـ probability هتساوي probability of the input ان هو يكون بـ zero في الـ conditional اللي ما بينهم اللي هي الـ one minus الالفا. طب مثلا probability of y error. ايه دي الـ error او ده الـ output الاسمه error فده جايلي من two passes. الـ pass ده و الـ pass ده. بيبقى انا هضرب الـ input بتاعت كل pass في الـ conditional واجمع الـ اثنين على بعض. بيبقى عندي كده بـ zero في ألفا. اللي هو الـ pass اللي فوق زائد الـ pass اللي تحت بـ one في ألفا. فلو اخدت ألفا common فكدنا يبقى عندي بـ zero زائد بـ one اللي اتنين مضروبين في ألفا. وبـ zero بلاس بـ one ده اللي هو probability of the input يعني دي بتساوي واحد. طب بـ y one بنفس الطريقة. هل ممكن كده حد بيكو واشترا بيقول لي هتبقى عبارة عن ايه؟ بي و اي وان يا جماعة. يسمو عندي السيد حضرتك اللي اعجامت. طيب انتو اخر حاجة اسمتها كانت ايه يا شباب؟ الـ byf zero حضرتك للطيسة هاتجبها. حضرتك للحظة كده معلش يا جماعة. احاول الـ connect على حاجة تانية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ح Bisic في القناة حهاول الان التضايير اخلت طيب تانية. هل كده الصوت واضح؟ أو ضايف سورة والكده نعميني؟ بي و إيه بقى لشانتاس اخدتولي اي اخر حاجة سمعتوها ايه? البي واي في زيرو. كنت حالت نستبقى. طيب احنا دلوقتي البي واي زيرو. انا كأنني عايز اجيب ان الاوتبوت ان الاوتبوت يبقى بصفر لدائة حق. تمام? فاحنا قلنا دلوقتي عشان اجيب بتاعت اي اوتبوت. انا هبطس على كل اللي جايبتلي النتجة عنها الاوتبوت ده. واضرب بتاعت كل باص في الكنديشن البرابيليتي اللي موجودة عليه. لان ببساطة كده احنا كنا بنقول ان بي واي اوف جي ما هو الا سميشن الجوينت البرابيليتي على الالفاريابل التاني. يعني هصام على الاي. اللي هو بهاصام على كل البرابيليتي تحتاج صغير. فيبقى كده يبقى انا كايني بطبق القانون ده. فمسلا لو هبص على الكيس بتاعت البرابيليتي ان اللي هي اللي احنا وقفين عن ده دلوقتي البرابيليتي ان الواي تساوي. فده ماش جاي غير من باص واحد. ان الامبوت بان. وي البرابيليتي دي. فيبقى في الكيس دي البرابيليتي اوف اي وان هتساوي البي اوف وان في وان مينس الف. طب لو هبص مثلا على السيناريو اللي فوقها. لو عايز احسب البرابيليتي ان الارور يحصل. اللي هي السيناريو اللي في النص. طب البرابيليتي الارور بيحصل ده ممكن يحصل لي من تو سيناريوز او من تو باصل. ايهل تو باصل دول? الباص الاول. هو الباص ده. والباص التاني هو الباص ده. فيبقى كده البرابيليتي اوف ارور هتساوي البي اوف زيرو مضروبة في الالفة زائد البي اوف وان مضروبة في الالفة. طب انا لو اخدت من هنا الالفة كومن. فيبقى عندي بي اوف زيرو زائد بي اوف وان مضروبة في الالفة. والبي اوف زيرو زائد بي اوف وان دي بروابيليتي زي انبوت اللي هي بتساوي. فيبقى البي اوف ارور هتساوي الفاليو دي. مش عارب في هالواضحة كده يا شباب? ولا فيها مشكلة? طيب. كده يبقى انا جبت الكونديشنل او صوري بتاعة اللي انا عايزة احسابها. نقص لي نجيب الجوينت. فمش احنا قلنا بتاعة اي باص هتساوي بتاعة الباص ده مضروبة في اللي على الباص. فيبقى كده انا مش هحتاج عرض احسابها تاني من الاول انا ممكن اجيبها من من الرسمة. فده اللي احنا هنعمله هنا كده. يعني احنا هنشوف ان اول ترم في الصميشن عندنا لما يبقى الاي بي زيرو والواي بي زيرو ان انا بروح من بروح من اكس بتساوي زيرو والواي بتساوي زيرو. ففي الكيس دي الجوين بروبيليت هتبقى عبارة عن البي اوف زيرو في الكونديشنل اللي على السهم اللي هي وان ماينوس الفا. لوج توزابيس تو الكونديشنل اللي هي وان ماينوس الفا. على البي اوف زيرو في السيناريو ده. والبي اوف زيرو احنا لسه حسبانها وهو هنا. هتبقى عبارة عن بي زيرو في وان ماينوس الفا. طيب يبقى ده كده اول فاص عندنا. طب الباص التاني مثلا الباص التاني ان انا هارنج او هروح من الزيرو هروح لي الارور. طب الباص ده بالنسبالي. لما اجي احسب الجوينت بتاعته هتبقى عبارة عن بي زيرو في الفا. لوج توزابيس تو الكونديشنل في في الباص ده اللي هي الالفا على الابضل للباص ده اللي هي لانا رايح للالرور اللي هي الابضل فهتطلع بي الفا هي كمان. فلوج الفا على الفا كأن الترم ده بزيرو. فشكرا كده الترم ده خلاص. طيب الباص اللي بعده. الباص اللي بعده كأني هروح من الول. لي الارور. ففي الكيس دي كأن عندي عبارة عن البي وان. اللي هي الابضل في الالفا اللي هو الباص ده. اللي هي الالفا دي. على الابضل في الكيس ده الابضل في الكيس ده اللي هو الاي اللي هي برضو بالفا. فبرضو الترم ده هيديني صفر. فبرضو الترم ده شكرا. طيب عندي ايه تاني? عندي السيناريو. بس هلسمه با اي لون بقى كده. عندي السيناريو ان انا هروح من الوان لي الوان. طب الباص ده ما بينهم هتبقى عبارة عن البي وهنا هناك فا وان فوا في مايناس الفا. لوجدتوا ده بيستو. الlerdeيiquer في البص Bengale ده هتبقى عبارة عن ون مايناس الفا. على من الابضل أن انهي اوبط المرادي اللي هو بي واي اف وان. بي واي اف وان احنا لسه حازمين вот هي عبارة عن بي وان مايناس الفا. يبقى ده كده او الاربعةdessus اللي احنا جمعناهم دول هو بنسبة ان هي عبارة عن ال i of x و y اللي احنا عايزين نحسنه طيب هنغرب بس هنعمل simplification للترم ده احنا قلنا خلاص التو ترمز اللي في النص بساوي صف فنقص عندنا الترم ده والترم ده طيب الترم اللي فوق ده اللي هو b0 في 1-1alpha 1-1alpha على 1-1alpha كأن 1-1alpha دي هتروح مع 1-1alpha دي فهيبع عندي b0 في 1-1alpha log 1-1alpha طيب اخر ترم خالص عندي برضو ال 1-1alpha دي هتروح مع ال 1-1alpha دي فكأن عندي b1 في 1-1alpha في log 1-1alpha 1-1 سوري 1 على b of 1 هل في حد في مشكلة لحد كده شباب ومشاهد برضو هل الصوت شغال ولا الدنيا ولا ايه الأخبار لأ الدنيا تماما لحد الآن طيب هل في مشكلة في السؤال ده لحد كده لو حد عنده سؤال يسأله طيب عشان نحسب الكاباستي احنا برضو استلمي محتاجين نعمل simplification للترم ده فهنبتدي كده ان هنلاقني في 1-1alpha common فهناخدها common فهيبقى فاضل عندنا جوا b0 flug to the best 2 1 على b0 زائد b1 flug to the best 2 1 على b1 طيب الترم اللي احنا لسه كاتبينه ده بالنسبة لكم يساوي ايه يا شباب يعني انا اول بجزء ده عندي خلاص 1-1alpha الترم التاني ده حيبقى عبارة عن ايه enter بالinput تعريبا صح enter بالinput والinput ده احنا مسمينه x فهيبقى h of x فدي كده تبقى information لل binary channel طيب انا في الاساس مش مهتم بال information انا عايز احسب قصلا الكاباستي طب ما انا عارف ان الكاباستي ما هي الا الماكسومن value الميتشال information طيب انا عايز اجيب الماكسومن value بتاع الكلام ده هجيب الماكسومن value بتاع الكلام ده ازاي يا شباب ايه معلش ايه معلش التعريبا بالنسبة للالفا طب هو دلوقتي الاتش ده ده الانتري بتاعت الانبوت الوان ماينس الفا دي هي بتاعت التشانل ما انا كده ساعتها كنت هتحول لا ايدي اللي اتعاوله هاتلي ايدي التشانل احسن لي وخلاص فما ينفعش ان انا لعب في probability التشانل بس ممكن انا لعب في probability الانبوت ففي السيناريو هنا ده الوان ماينس الفا زي ما اتكلمنا مرة اللي فاتت هي بالنسبة لي اللي والاتش دي هي اللي ممكن اعملها لان الاتش دي هي الانتري بتاعت الانبوت فانا ممكن اغير في probability بتاعت السورس بتاعي ف الماكس من الاتش هتساوي كامل هتساوي لان انا دلوقتي الاتش ده ما بياخدش غير سيمبول لا اكس زيرو يأما اكس وان فيبقى كده الاتش ماكس 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 هتساوي لوج النمبر وف سيمبول اللي هو لوج 2 يعني هتساوي 1 ففي السيناريو ده كده هنلاقي ان الكاباستي هتساوي او الماكس ماون او الماكس اللي هي بتساوي 1 ماينس الفا مضروب اف وان يعني 1 ماينس الفا ويه ده بيحصل امتى 1 تساوي 0 فده كده الكاباستي في كيس ال بايناري اريجر مش عارف هم هلأ وعندكم سؤالية رب تسأله برضو عشان بعد كده نتعمل مهمين يا شباب بس بس طيب مش طيب خلينا ندخل في السؤال اللي بعده السؤال السادس السؤال ده المفروض هو مدينا الميتريكس بتاع تيرنري تشانل والطالب منها احنا برضو نحسب الكاباستي بتاعة التشانل دي طيب اول حاجة كده شباب هو الميتريكس اللي قدامنا ده يعتبر الفورورد متريكس او الباكورد متريكس بتاع التشانل طيب حد سان فاكر او اي الفرق بين الفورورد متريكس والباكورد متريكس نعم سراح طيب دول اللي كنا اقول يا بشوان فورورد هو ليه فورورد عشان ببساطة كده الفورورد اهنا مش عشان انا كاتب كده انا لسا عشان لقى الفورورد متريكس الفورورد متريكس ببساطة نحن نحن نجيب مخدتش بالي ان حضرتك كاتب كامل طيب هي تمام هي الفورورد متريكس احنا بنبقى كاتبين probability الاتشان probability الاتبوت in terms of الاتبوت الbackward متريكس احنا بنبقى كاتبين probability الاتبوت given الاتبوت تمام فبرضو انا هنا عرف من اين هنال عشان هو كاتب لي بي وفاي given اكس ده مش بالضرورة وكان ممكن اصلا يسمي الاتبوت وي والاتبوت اكس بس الفكرة ببساطة احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الاتبوت يعني بالنسبالي اللي مكتوبة هنا دي ما هي الا اول value دي هي بي y of zero given x of zero تاني value هي بي y of one given x of zero تالت value هي بي y of two given x of zero يعني في الرو احنا كده كده شغالين forward احنا بنحط الاتبوت in terms of input ودايما في كل رو انا بثبت الاتبوت معين وبغير في الاتبوت طب الرو اللي بعده يبقى دي كده بالنسبالنا هي بي of y zero given x one ودي بي y of one given x one ودي بي y of two given x one طب برضو يعني انت اللي مصدقنا عملت لان ببساطة كده احنا لو جمعنا يعني مسبتين given وبنجمع الحاجة الانون المفروض الصميشن ده يدينا one فكده يبقى اول رو عندنا هنا ده الصميشن بتاعه هيدينا one وتاني رو الصميشن بتاعه برضو هو كمان هيدينا one طب لو كان يبقى صميشن الكوليم هو اللي بيدينا one من الصميشن الرو في احنا كده من هنا نقدر نحدد هل الميتريكس اللي قدامنا ده هو ال ميتريكس ولا ال ميتريكس عن طريق لو انا جمعت الرو وطلعت الصميشن بتاعهم هو ايو جمعت اللي بنفس الرو يعني وطلعت الصميشن بتاعهم بone يبقى ده فورورد ميتريكس طيب لو جمعت اللي في نفس الكوليم وطلعت الصميشن بتاعهم هو اللي بone يبقى ده ال باكورد ميتريكس طيب عشان نحل السؤال ده احنا في السؤالين اللي فاتوا مرة استخدمنا قانون اننا عندي والمرة التانية استخدمنا القانون الاساسي طيب هنا قبل ما نبتدي اصلا نختار اني قانون نستخدمه احنا عايزين نرسم لتشانل عشان تديني انديكيتور شوية فدلوقت احنا عايزين نرسم لتشانل دي احنا مفتو عندنا كم امبوت وكم امبوت لشباب امبوت وثري امبوت صح كده احنا ببساطة كده النامبر في الفورورد ميتريكس يساوي النامبر امبوت والنمبر هيساوي النامبر طبعا ده انا وبتكلم على ايه على تمام طيب يبقى كده من هنا انا عارف ان انا عندي امبوت 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 طيب اول باص اللي هو من اكس زيرو او يعني عندي امبوت 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 والاقو بصو عبارة عن واي زيرو واي وان واي زيرو واي وان واي تو طب اول اللي هو بلينك بيو واي زيرو باكس زيرو ده بنحط عليه اللي هي عندي هنا في السؤال يبقى الاخ ده كده بتو اوفر سري طب بيو واي وان جيفن اكس زيرو بتساوي برضو من المتريكس عندي وان اوفر سري طب بيو واي تو جيفن اكس زيرو ان انا ايبقى اكس زيرو وروح لو واي تو مختوبة عندي في المتريكس بكاما شباب بزير بزيرو يبقى الباص اللي هو ما بين اكس زيرو واي تو ده مش موجود طيب بعد كده بيو واي زيرو ان انا تنقل من اكس وان اروح لو برضو الباص ده مش موجود لان الباص بتاعته بزيرو طب بيو واي واي جيفن اكس وان اللي هو الباص ده هلاقي انه هو مكتوب عليه طب بيو واي تو جيفن اكس يبقى ده كده شكل اللي عندي طيب اللي تشانل دي يا شاب بتفكركم بحاجة ولا احنا مش هبناش قبل كده اي تاني معلش يا شاب كان فيه اتكلم واحد يكون يتكلم يالله اي حد طب يتكلم بالضبط كده دي هي نفس اللي اشتغلنا عليها المرة اللي فاتت بالبايناري الراجر تشانل طيب ما البياناري الراجر تشانل دي واحدة من الفورة اللي احنا عارفين اللي هما الأساسين عندنا فيب احنا كده عارفين دايريكت ان الانفورميشن للسيستم ده هيساوي وان ماينوس الفا بالانتربي بتاع الانبوت والكباستي هتساوي وان ماينوس الفا طب والوان ماينوس الفا حد كده هنا ممكن يقولي الوان ماينوس الفا هنا بتساوي كم لأ لان لما نيجي نبص كده على الشكل اللي كنا عاملين منه الدزاين هنا كانت اللي هي بتوديني من الامبوت معين للأرور هي الالفا والوان ماينوس الفا هي ففي الكيس دي الوان ماينوس الفا هي الكباستي عندنا هنا كباستي يبقى احنا كده هنا حسبنا الكباستي للسيستم ده من غير ما نرجع نعوض في القوانين فاحنا كده كإن احنا عشان نشتغل عندنا اكتر من طريقة الطريقة الاولى ان انا احاول ادور على او اشوف الاتشانل بتاعتي هل هي تعتبر واحدة من الاتشانل اللي احنا عارفينها ولو كده استخدم الالفا بتاعتها طب لو ما طلعتش واحدة من اللي احنا عارفينها يبقى حاول احسب الكباستي عن طريق ان انا جيبي الانفورميشن واشوف الانفورميشن اللي هيساعدني باخر بارت ان انا جيبي الكباستي من الانفورميشن ان انا لو استخدمت واحد من الروز اللي بنعرف بها الانفورميشن وكان الاسهل هيوصلنا اسرع طب لو استخدمت الروز التانية هيوصلك برضو بس هتاخد وقت اطول شوية في الحال طيب وزي ما قلنا لو انا كده كده عارف عن اين اتشانل من دول او 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 فكده كده يبقى انا تقدر اعرف الكباسي بتاعت التشانل بناء على الطيب اللي احنا منتكلم عليه بمعنى ان مثلا لو احنا اتشانل فاحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت كده ان هتساوي 2006 اللي هي الانتري بتاعت الـ بردو الانتري بتاعت الانتري بتاعت الانتري بتاعت ان انا هجيب او حال حد فيكو غير كده هي اصلا كانت ليه يه كده اصلا الصعياتي بتسوي الانتري بتاعت الانتري بتاع الاوتبوط الانبوط محصلوش error يعني وانا بابعته صح فال edit der tanity Fold1e. sí sorry to Corinthian. نفس كلام برضو الانسية في الـ انا عارف الـ لكما كنا بقول كده الانسية تانيتي في الـ ان انا عارف هتساوي سفر. وبرضه ان انا عارف برضو هتساوي سفر. عشان كده قوي الحصول الانفورميشة اللي هو كان بتساوي اتشوف وي بنفس اتحول لابنفس الطريقة اطحول لي بس. فيبقى ساعدتها الانفورميشن بتساوي ابتساوي بالاتشوف وي. والكباسي هتساوي الماكسمنم بتاعت واحدة منه. طب ليه كلام ده او الريزا زي بحقاءات الائدلتشاننل. ان احنا قلنا الائدلتشانل انا عندي انبوت معين, podiaundารضل معين. حيارح لو هياروح لوي زيرو. اكس וن. وهكذا. فده كده معنى ايه? معنى انا ouns ان انا عرفت الاوتjskم هبعرف انا اللي Bell ما بغض بالزبط. فعشان كده اتشوف اكس Geben الي. الانسوري تينيتي في الامبوت. ان انا عرف الاوتبود هتساوي صفر. وبنفس الطريقة. لو انا عارف اللي بentially بعد عارف الريسيبر هيستقبل ايه. فعشان كده اتش وي. في الانسر تينيتي في الاودوت وان سننا رايب اللي ما بعود. برضه هتساوي سوف. بنفس الطريقة برضو نقدر نحسب الكباس لالترميزتي كل نريزتي شانل لان احنا كنا حسبنا حسبنا بتاعتهم والاتش وي والاتش و اكس. فزي ما قلنا كده زي في السؤال ده مثلا احنا هنا لقينا الهو مدهون. هو بيعادل فيبقى قدر راحسب الكاباستي ضائر. طب لو ما قدتش عارف. يبقى حنشتغل زي ما اشتغلنا في اسئلة ونحسب الكاباستي وميتورميشن بتاعت اللي هو مده لنا. لان زي كده ما هنشوف بس يعني مش هنشوف بقى النهار ده هنخلي تلات اسئلة دول اللي جاي. هنلاقي ان احنا اللي عندنا ممكن تزهر عندنا اصلا مش واحدة من الخمسة اللي احنا عارفينهم. فساعدت هنوضع نحسب لها او سوريا مش الانتروبي انا نحسب لها الانفورميشن والكاباستي زي ما اشتغلنا النهاردة. مش عارف شباب هل لحد كده حد عن السؤال? السؤال الثامن والسابع والثالث اللي احنا سيبناه هممكن خلاص يعني ايه نرجع لهم ان شاء الله الاسبوع الجاي. بس هل حد عندي سؤال لحد كده? احنا كده خلاص يعني خلاص يعني خلصنا النهاردة. خلاص بس رابع انتم المفروض خلاص انا عايز بس ابعت لكم برضو البروجيكت بتاع المادة او ما تقلقوش يعني هو التسليم بتاعها يبقى طبعا اكيد بعد الميت ترم. بس يعني برضو عايز ابعت لكم وشان لو حد حابب يشتغل في الفترة دي برضو ما يبقاش ايه في مشكلة. وكده يبقى احنا خلاص يعني خلاص بك.